إذن وبعد سنوات من التجارب ستنشر المقاتلة F-35 للمرة الأولى على متن سفينة حاملة للمروحيات مقاتلة F-35 Lightning 2 وصفت بمستقبل التفوق والقتال الجوي وهي من صناعة شركة لوكيد مارتن الأمريكية هي مقاتلة شبح من الجيل الخامس متعددة المهام لهذه المقاتلة ثلاثة طرز واحد للإقلاع والهبوط العادي وطراز للإقلاع القصير وآخر للهبوط العمودي وهذه مخصصة للعمل على حاملات الطائرات هذه المقاتلة مشاهدين تستطيع التحليق على ارتفاع يصل خمسين ألف قدم بسرعة قصوى تصل إلى نحو ألفي كيلومتر في الساعة وهي مهيئة لحمل أكثر من ثمانية أطنان من الأسلحة أو ثمان عشرة قنبلة وصاروخاً رادار هذه F-35 يستطيع التعامل مع أكثر من عشرين هدفاً عسكرياً في أقل من عشر ثوان وعلى مسافة تصل إلى مائة وستين كيلومتراً ويتمتع بقدرة تشويش على أنظمة صاروخية أجهزة استشعار المقاتلة المتطورة تعطي الطيارة رؤية بثلاثمائة وستين درجة ونظام عرض خوذته يمكنه من الرؤية عبر هيكل الطائرة وهناك ثمانية ملايين سطر من التعليمات البرمجية في كل طائرة للتحكم بإلكترونياتها ونظام أسلحتها ما يتفوق على كميات التعليمات التي استخدمتها وكالة ناسا لوضع مكوكها في الفضاء تكلفة بناء الواحدة من هذه المقاتلات تتراوح بين 95 إلى 125 مليون دولار أمريكي وهذا حسب طراز المقاتلة